ده بدأنا التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بقى المحاضرة بتاعت النهاردة النهاردة يا جماعة احنا عندنا المحاضرة التالية اه في الفيزيكس اه في الاكس راي بنكمل مع الاكس راي الصوت واضح اولا لازم اكدولي معلش تاني اي حد ياكد ان الصوت مسموع احنا اخدنا اول محاضرة اتكلمنا عن عن الانيرجي تكلمنا عن حاجة مهمة اسمها الالكترون بايندينج انيرجي تكلمنا عن والكراكترز بتاعتها اه بعد كده في المحاضرة التانية اتكلمنا عن الاكس راي تيوب اه وازاي الاكس راي تيوب دي بتتكون جواها الاكس راي اه وقلنا ان فيه اه عند التارجت ان فيه الكترونز بتطلع من الفيلمنت بوز هاي انيرجي بتاع بعد كده اه بتهت التارجت والتارجت ده بيحصل فيه نوعين من التفاعل يا اما يطلع لي الكراكترستيك رادييشن والكراكترستيك رادييشن بيبقى له اه اسبسيفك انيرجي بتاعتمد على البايندينج انيرجي بتاعة التارجت اتونز اه وقلنا في حد التانجست بتبقى تقريبا عند تمانية وخمسين وتمانية وستين اه وقلنا ان في نوع تاني اللي هو البريمس او البروميشترلونج وقلنا ان دوت بيبقى له وايد سبكترم من من الانيرجي وبالتالي فالاشعة اللي طلع من التيوب بتبقى بتبقى بولي انيرجي تيك تمام قلنا النهاردة هنتكلم بقى عن الاكس راي لما بتخرج من من التيوب وتبدأ تتحرك عشان تهت الابجيكت اللي هو سواء اذا كان البيشنت سواء اي حاجة انا بصورها بس هو طبعا اهم حاجة عندنا يكون البيشنت دي هتبقى بداية المحاضرة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله بنسمي العنوان اللي احنا قلنا ده الانتر اكشنز بتوين اكس رايز اند ده مطر يعني التفاعل ما بين الاكس راي وما بين الابجيكت او المادة اللي هي بتصورها الاكس راي يا جماعة قلنا تاني نفتكر هي عبارة عن فوتونز ما فيهاش عبارة عن وتبقى اسمها فوتونز طيب ايه اللي قدامي دوت اللي قدامي دوت عبارة عن اكس راي اميج انا بقى يهمني الوقتي اعرف حاجة معين الاكس راي اميج دي كونت ازاي يعني ايه ازاي طلعت قدامي الصورة اللي انا شايف هدية انا شايف ان انا عندي هنا عظمه تيبيا وفيبيولا وعندي صوفت تيشو حواليهم وعندي حواليهم هوا لونه اسود خاصة الفكرة باختصار شديد جدا ان الفيلم بتاع الاكس راي اثاسا لونه ابيض لونه ابيض او شفاف يعني تماما لما بتقع عليه الاكس راي او بتخبط فيه الاكس راي بتحرقه بتحوله للون الاسود وبالتالي كل ما المادة او المطر اللي عندي كانت يعني تقدر تمنع الاكس راي ان هي تكمل او تخترقها السلام عليكم يا دكتور افوا على الانقطاع بس ماكو الصوت يمنا يبقى لونه تقريبا ابيض او شفاف ولما بيجي عليه الاكس راي بيتحرق فبيبقى لونه اسود فانا بالتالي كل ما المطر او الماتيريال اللي انا بصورها بتكون قدرة ان هي تعمل اتني ويشن للاكس راي يعني ان هي تمنع الاكس راي ان هي توصل للفيلم كل ما بتباند بلون ابيض عشان كده انا عندي هنا العظم باين او البون باين على انه ابيض وبينما الصفت تشو باين اقل بياضا والهوى باين اسود معنى كده ان البون هو اكتر حاجة قدرت تمنع الاكس راي انها توصل للفيلم فالفيلم باين في الحتة دي وكأنه على لونه او اقرب الى لونه الحقيقي اللي هو الابيض بعد كده الصفت تشو باقى اقل قدرة على الاتني ويشن او المانع فباين اقل بياضا الهوى تقريبا مفيش مقاومة خالص فطلعت اسود خالص الفيلم تحرق هي دي فكرة الاكس راي الاولية خالص تمام مفهومة معانا كده مفهومة يا دكتور طيب انا عندي ثلاث انواع من الانتر اكشن اللي بيحصل لما اكس راي بتتحرك من الاكس راي تيوب وتتجه نحو البيشنت او الابجيكت يعني ما يحصل what's called transmission او penetration ان الاكس راي دي تخترق جسم العيان وتعدي الناحية التانية without interaction with the patient يعني هي تخش من جواه وتخرج من الناحية التانية بدون ان تتفاعل معا اطلاقا وفي الحالة دي هذه الاشعة بنسميها ال primary x ray وبتوصل للفيلم وبتساعد في تكوين الصورة يعني بتحرق الفيلم او بتغير الفيلم علشان تتكون صورة ال x ray يا اما يحصل absorption يعني ان الاشعة اللي تدخل جسم العيان دي ما تخرجش من ناحية التانية الجسم يمتصها ودي هتأثر على الجسم ببعض ال hazards اللي بناخدها في ال radiobiology ومش هتوصل على الفيلم فبالتالي الجزء اللي هي هيمتص الاشعة ديت هيبان اكثر بياضا من الجزء اللي تم اختراقه يا اما يحصل حاجة اسمها scattering 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 ان الاشعة يتغير اتجاهها يعني ان هي تخش جوه الجسم ولكن اتجاهها يتغير سواء تتغير اتجاهها ان هي يحصل لها complete deflection ترجع تاني في اتجاه التيوب او يحصل لها بس عبارة عن change the direction في نفس تبقى oblique بس متجهة oblique بس متجهة في نفس الاتجاه ناحية الفيلم ودي هت بتعمل حاجة اسمها scattered radiation scattered radiation ممكن تأثر ان هي تعمل noise في الفيلم تقلل جودة الصورة بتاعت الفيلم لو وصلت للفيلم ولو هي تحركت في اتجاه ال surrounding environment ممكن تبقى ليها hazard على مثلا ال personnel اللي شغال في التصوير عشان كده الاشعة ممكن تعمل hazard اللي بيصور العيان لان بيبقى ال hazard ده جاي من scattered radiation يبقى ان 3 interaction ممكن يحصلوا في اي جسم بيتصور بال x-ray ان جزء من x-ray يعمل complete penetration وزاوة interaction يعدي من الجسم ده ويسقط على الفيلم فيكون جزء من الصورة بتاعت ال x-ray جزء تاني يخش جوا الجسم اللي بصوره وما يخرجش منه يمتص جواه ودوت برضو هيساهم في ال x-ray انه هيبين الجزء اللي متصه ده على انه جزء ابيض او هيبين مور hyper dense او opaque في ال x-ray طيب تالت حاجة ان الاشعة حيث الله scatter ان هي تتحرك في اتجاه معين يحصل لها deflection او يحصل لها distraction والنهاية تتحرك اما تخرج للبيئة اللي حواليها وتبقى ساعتها تعمل hazards للبرسونيل اللي بيصوره اما تنزل على الفيلم وتعمل noise في الفيلم وتبوق وتقلل كفاءة الصورة دول التلاتة interactions العامين اللي بيحصلوا جوا اي جسم الصورة اللي موجودة دي هي بتصور التلاتة interaction الرقم اي ده اللي هو ال arrow الساهم دوت ده transmitted x-ray او اللي هي عملت penetration اللي عدت زي ما هي في نفس اتجاهها وزاوت interaction وخرجت من ناحية التانية رقم بي اللي هو الabsorbed x-ray اللي هي بتقف جوا الجسم تتفاعل معي بشكل ما وتفقد طاقتها جوا الجسم وبرضو هي بتساهم في اظهار الاجزاء اللي هي radio opaque في الاشعة وحاجة تانية ان يحصل لها scatter يا اما في direction بتاع الفيلم زي السي كده وتقع على الفيلم وتعمل noise تقلل جودة الاشعة يا اما يحصل لها complete deflection زي كده وتبقى بتعمل hazard على surrounding environment وال surrounding personnel اللي بيصوره دول التلات حاجات الاساسية طيب انا بقسمهم ازاي تقريبا when a patient is imaged by x-ray تلتين او two thirds of energy are absorbed by the patient يعني اغلب الطاقة بتخش اللي طالعة من التيوب بتبقى absorbed by the patient ما بتخرجش براه تمام one third of energy is scattered وتلتها بيتحول وonly small amount هو اللي بيعدي من غير بيبنتريت ويعدي من غير interaction ويسقط على الفيلم تمام يبقى هما دي تقسيم ال x-ray اللي تطلع تقسيم الاجزاء بتاعتها بتساهم ال df ال interaction طيب نبدأ نتكلم هنا عن حاجة مفهوم اسمه ال attenuation ال attenuation هو ان انا اي x-ray او اي radiation ماشي في مطر معين او في مادة معينة لما بيعدي من المادة دي اكيد في جزء منه بتقدر المادة دي انها تمنعه مهما ان كان بقى الجزء ده كبير او صغير هو حسب طبيعة المادة دي وحسب قوة ال x-ray دا او ال electro magnetic ray دا هي بتقدر تمنع جزء منه ده بسميه ال attenuation بسميه ال attenuation طيب انا يعني هنا بيقولوا ايه لو انا عندي mono energetic beam يعني ايه يعني انا عندي x-ray beam which rays or whose rays are all of the same energy وطبعا دا بيبقى تصور نظري مش ممكن او يعني ما بيحصلش في الحقيقة بس دا احنا عشان نفهم بس يعني عندي x-ray كل مثلا الريز اللي فيه قوتها مثلا 80 كيلو فولت كلهم كلهم ما فيش واحدة اضعف شوية ولا واحدة اقوى شوية لو هو ماشي كده وعد خلال certain material ولنقل مثلا هذي المaterial مثلا aluminium مثلا تمام this material of equal sickness يعني انا عندي x-ray beam هنا معدي في aluminium of equal sickness يعني هنا دا aluminium مثلا واحد سنتي مثلا وده aluminium واحد سنتي وده aluminium واحد سنتي وده aluminium واحد سنتي كلهم شبه بعض وكلهم نفس the thickness ونفس material هيحصل attenuation at the same percentage at each at each level يعني عند كل واحدة من دول وعند كل محطة من دول هيحصل attenuation للX-ray beam by the same percentage يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي هنا ألف بس ده اللي علاقة بالكوانتيتي مش الكواليتي يا جماعة يعني عدد الريز مش قوتها يعني لو أنا عندي ألف ray هنا من الX-ray مثلا اللي قوتهم 80 كيلو فولت وجم هنا عند أول sheet من الالومنيوم دوت مثلا يعني ودخلوا هنا هيحصل attenuation ل20% منهم فهيبقى عددهم 800 ال800 ray دول لما يجوا يعدوا على برضو أنظر sheet one centimeter sickness of aluminium برضو هيحصل لهم تاني attenuation بنسبة 20% فال20% من التمنمية يبقى 160 يبقى عددهم 640 وبعدين لما يعدوا in another sheet of aluminium of one centimeter sickness هيحصل لهم another attenuation by the same percentage 20% يبقى 512 وهكذا 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 يبقى أنا دي بشرط أنه يكون mono energetic ray يعني كل قوتهم زي بعض ما فهمش واحد ضعيف وفيهم واحد قوي لأن الضعيف هو قوي بيحصل فيهم حاجة تانية تمام هناخدها قدام اللي هو البولي energetic يبقى هيا دي قاعدة الأولانية mono energetic beam بيعدي في material of same thickness and the same matter كل مرة هيعدي فيها هيحصل له attenuation بنفس تمام يا جماعة تمام يا دكتور طيب هنيجي على النقطة اللي بعديها احنا الجزء بعد اللي جاي ده تلات تعريفات كده مهمة يعني لازم نبقى فاهمين معناهم تمام بعد كده هنبدأ نخش بقى في الجزء الأخير من اللي هو الجزء الأهم من المحاضرة يعني المحاضرة النهاردة معلش هتبقى تقيلة شوية يعني يركزوا معايا شوية في حاجة اسمها linear attenuation coefficient أو المعامل الخطي للإضعاف مثلا لو احنا هنترجمها بالعربية دوت حد يفهم حاجة لأ يعني دوت بقول أنا هنا ده معدل الإضعاف اللي بيعملوا مادة معينة لبيم أوف إكس ري معين لما بتعدي فيها بسكنس معين يعني هتقول لي يعني مش فاهم يعني هقول مثلا ده وانا عندي مثلا sheet of aluminium أو sheet of lid من الرصاص مثلا والسكنس بتاعه واحد سنتي تمام هقول إن الواحد سنتي ده لو عد فيه مثلا إكس ري بقوة 80 كي في بي هيعمل لها إضعاف بنسبة 30% بالنسبة للألومنيوم إنما لو عد نفس 80 كي في بي اكس ري بيم في sheet of lid هيعمل لها إضعاف بنسبة 60% يبقى دي حاجة من خصائص المادة يعني إيه حاجة من خصائص المادة بتعرفني قدرة هذه المادة على ممانعة أو منع الآشعة فبنقول إن دي كمية الأشعة اللي بتقدر المادة دي تعمل لها في وحدة منها أو في وحدة العمق منها يعني هتقول لي يعني طب نشوف كده المعادلة اللي احنا شايفينها دي المعادلة دي بتقول إيه I دي كمية الأشعة اللي خرجت من المادة لو أنا عندي sheet مثلا من الألومنيوم كمية الأشعة اللي خرجت منه يعني لو أنا صلطت عليه أشعة عايز أعرف كمية الأشعة اللي هتخرج من وردي هحسبها إزاي فبنقول I دي كمية الأشعة اللي خرجت بتساوي إيه بتساوي كمية الأشعة اللي كانت داخلة أصلا على sheet اللي هي I zero في E اللي هي قوة الأشعة دي الكيفي دي بتاع الأشعة دي الطاقة بتاعة الأشعة دي في قص سالب المودي بقى اللي هو الرقم اللي هيختلف من مادة للتانية يعني لما هكون هقول أن الأشعة دي داخلة على ألومنيو هحط الرقم المودي هيختلف غير لما يكون باستخدم الليد غير لما يكون باستخدم الكربون كل رقم من دول له قدرة على أنه يعمل attenuation غير أو كل مادة تختلف عن المادة التانية في D فوق اللي هي الثيكنيس من الألومنيوم غير لما استخدم ثلاثة سانتي سيكنيس أكيد هيمنع أكتر غير لما استخدم خمسة سانتي سيكنيس أكيد هيمنع أكتر فبالتالي هي دي المعدلة أنا يهمني في المعدلة المودي اللي هو اللي أنا بحسبه بالسانتي سلب واحد يعني نقول مثلا أنه يقدر يعمل attenuation مثلا لتلاتين في المية عند منه يقدر يعمل attenuation لتلاتين في المية من الأشعة طيب عايزين نفهمها أكتر معلش بقى دي رسم أنا بسم هالكو بإيدي كده فمش يعني مش حلوة قويا هنا دوت x-ray بس أهم حاجة أن يكون mono energetic شايفين هنا الأسهم كلها شبه بعضها كلها من نفس الطاقة زي ما هنقول مثلا في المثال بتاعنا اللي هو أنها 80 kvb عندي هنا كمسة عندي 1 2 3 4 6 أسهم ماشي ده 6 rays وزنزة x-ray beam دخلين على ده رصاص الرصاص ممنعته عالية جدا ال linear attenuation coefficient بتاعه عالي فبالتالي يعني x-ray beam باص 1 سنتيم sickness of lead هيحصل له attenuation ويتبقى منه 2 بينما لو احنا حطينا نفس sickness of carbon وعدنا نفس الأشعة اللي هي 80 kvb بنفس القوة هتعدي لي مثلا 4 مش 2 فهتبقى قوتها أو linear attenuation coefficient بتاعتها أقل من lead يبقى اذا linear attenuation coefficient reflect the material properties يعني دي حاجة انا بستخدمها عشان اعرف خصائص المادة مش عشان احكم على x-ray انا ما بقولك linear attenuation coefficient بتاع المادة الفلانية يبقى انا عايز اعرف خصائص هذه المادة بتقدر تمنع x-ray ولا لا طب ده هيفدني بايه ممكن حد يقولي ده هيفدني بايه ممكن استخدمه في protection يعني كل المكان linear attenuation coefficient بتاعها عالي مثلا استخدمها في ان اعمل حاجات خاصة بالprotection بالنسبة لل operator اللي شغال وبالنسبة برضو لو انا هغطي اجزاء من البيشنت اللي انا مش عايز ان هي تنتص لل رديش تمام يا دكتور ابروف ومتاز يبقى اول حاجة ان انا هحدد المواد اللي هقدر استخدمها في protection لان هي اللي بتمنع الاشعة بشكل كف طيب الحاجة التانية ان انا برضو هعرف المواد اللي وبتبقى ضعيفة مع الهي energy photons وبستخدمها في الفيلترينج لما اكون عايز احط فيلتر عشان امنع اله energy photons اللي انا مش عاوز ها فبالتالي انا بستخدمها في اختار المواد اللي هعمل بها protection واختار المواد اللي هستخدمها في الفيلتر يبقى دي حاجة لها تطبيق عندي في الشغل بتاعي مش مجرد تعريف ابنقوله وخلاص طيب هنيجي نسأل سؤال وعايز حد يجاوبني عليه هل هل ايه الفرق ما بين التلج والماء والبخار التلاتة دول تلات صور لمادة واحدة ولكن هل كتلتهم واحدة ايوة 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 ليه بقى لأن اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان انا بس هما زا سيم في الايه لا لا ماشي لا افوا لا تمام لا انا مش بتكلم على حضرتك عن نقطة اللي هنشرحها انا لسه جاي لكم فيها انا بتكلم هما هما طيب ليه هما لان هما بيحصل لهم تغير في الحجم يعني هي كتلة وحدة الحجوم يعني انا اقول مثلا ان الكثافة بتاعة او الكتلة مثلا بتاعة الواحد سنتيمتر مكعب من الماء تساوي واحد جرام تمام المشكلة ان انا هحول المية لتلج الكثافة بتاعتها هتزيد لان الواحد سنتيمتر مكعب من المية لما بحوله التلج بيصغر فبالتالي هتبقى نفس الحجم هياخد اكتر من سنتيمتر ولو حولت لبخار هيكبر فالواحد سنتيمتر هيبقى فيه كمية زرات اقل فبالتالي ان الاشكال المختلفة للمادة بتتغير الكثافة بتاعتها بتتغير الكتلة بتاعتها بتغير المادة فبالتالي هم ده عمل لهم مشكلة بما ان ايه يعني ايه الحاجة اللي تخلي الليد قدرته على الممانعة اكبر من الكربون مثلا ممكن حد يقول لي يعني من دماغ وتصوراتك كده الدينيستي بتاعته يعني ان هو عدد الزرات في بتبقى اعلى من المواد تانية اللي هي الدينيستي اللي هي الكثافة بتاعته فعلا والرقم الزري بتاعه وتالت حاجة القوة بتاعت الاشعة لو الاشعة اقوى هتعدي اكتر لو الاشعة اقل هتعدي اقل يبقى هما ثلاث عوامل الدينيستي والاتوميك نمبر والقوة بتاعت الاشعة لو ثبتنا اتنين اللي هما الاتوميك نمبر في المية مثلا احنا بنتكلم عن المية والبخار والتالج لان الاتوميك نمبر ثابت هو زرات مية طيب وزبتنا قوة الاشعة استخدمنا قوة واحدة من اشعة هلاقي الاتنويشن برضو الاتنويشن كوفيشن بين التلج والمية والبخار مختلف علشان اختلاف الدينيستي بتاعتها فبالتالي اضطرهم دوت ان هما يخترعوا مصطلح تاني اسمه الماس اتنويشن كوفيشن لقوا ان في اللاك ديفرز اكوردن اختلاف الكسافة بتاعتها فاضطروا ان هما يقسموا اللاك او الانيار اتنويشن كوفيشن على الدينيستي عشان يوصلوا لمصطلح تاني اسمه الماك او الماس اتنويشن كوفيشن فبالتالي الماس اتنويشن كوفيشن بيبقى ثابت في جميع احوال المادة المختلفة يعني هو ثابت بالنسبة للبخار زي للمية زي للتلج ثابت بالنسبة لأي حاجة بتتحول من صورة لتانية تمام دي ده مصطلح تاني يعني هو ده بس ايه يعني ده تعريف الماك وموجود يعني احنا بنقوله مش مهم زي اللاك بالنسبة لنا لكن هو ده تعريف ان انا بقسم اللاك على الدينيستي علشان اخرج من نقطة اختلاف اللاك مع الصور المختلفة لنفس المادة تمام تمام طيب الهاف الهاف value layer اللي هي طبقة نصف قيمة لو احنا يعني ترجمناها ترجمة حرفية يعني ايه دية حاجة قيمة او مصطلح بيقول لي هو السيكنس او السماكة بتاعة مادة معينة اللي تخليها تعمل ممنعة للاشعة اللي دخل فيها بنسبة خمسين في المية يعني ايه انا دلوقتي بسأل بقول انا محتاج سماكة قد ايه من المادة الفلانية او سمكة قد ايه من المادة الفلانية عشان اقدر امنع الاكس ري دي من هي بنسبة خمسين في المية يعني لو داخل عندي في كوانتتي طبعا داخل عندي ميت بيم على الشيط دوت المفروض يبقى تقن قد ايه عشان يخرج منه خمسين بيم طيب هتقول لي طب دي كده يعني وانا هسألكم دي كده بتقيس ايه دي كده باستخدم ها في اياس الاكس ري يعني انا دلوقتي عايز اعرف كفاءة البيم ده كفاءة الاكس ري اللي خارج ده فهقول يا جماعة انا هحط له شيط من مثلا هستخدم بقى مادة ولتكن الالومنيوم علشان خاط رئيس هو هيحتاج قد الومنيوم يوقفه بنسبة خمسين في المية فلما يكون محتاج الومنيوم شيط خين يبقى هو اكس ري هاي كواليتي هاي انرجي محتاج كمية كبيرة كبير طب لو لقيت ان انا مجرد سنتي واحد بيمنعه بنسبة خمسين في المية يبقى دوة لو انرجي لو انرجي بقى ده حاجة ضعيفة فبالتالي ده من ضمن الحاجات اللي بعرف ايه بيها الاشعة اللي خارج من الـ اخبارها ايه يعني هل التيوب دي لسه شغلة بكفائتها ولا لا اما هون يا جماعة الـ التيوب دي لما بتقدم بيبدأ انا مثلا بحط على البانل بتاعي او على الارقام بتاعتي مثلا 80 هي بتطلعش 80 هي ادمت خلاص وكفائتها بتطلع 40 طب انا عايز اعرف من اين بيجيبوا حاجة اسمها الومنيوم شيت بيبقى سمكوا تقريبا 2.5 المفروض الـ 2.5 دول في الـ X-ray كويسة لما حطها وحط حاجة تشوف الـ X-ray من ورا الشيت يعدي 50% لو انا 20% بس اقولك خلاص الـ X-ray بيضة او ادمت او كفائتها قلت تمام الـ بقدر استخدمها مع البولي انرجيتك اللاك باستخدمها مع المونو انرجيتك بس البولي انرجيتك اللي هي زي ايه زي X-ray اللي طالع من التيوب العادية لان هي زي ما احنا اخدنا في كرين اللي انا وريته معها عشان نقيس جودة X-ray يبقى تاني نعيد هي قدرتها على الممنعة قد ايه الـ HVL ديت بس تخدمها عشان نقيس الـ X-ray بي دي مهمة جدا وممكن تيجي في الامتحان ك MSQ او صح وغلط المعلومة دي ان اللاك بي ايس ال بروبيري عشان كده اقدر اطبقه ان اختار الماتيريال اللي البروبيري بتاعتها تساعدني في الـ راديشان بروتيكشن او في الفيلترين انما الـ HVL بستخدمه علشان خطر اعمل examination لقوة X-ray بيم هل هذا X-ray بيم هاي انرجي ولا لو انرجي يعني انا عايز ايس اشوف التيوب دي شغاله كويس ولا لا هو ده التطبيق بتاع المصطلحين دول تمام لازم ده اهم حتة دي يعني هذه السلايد هي اهم السلايد في الجزء اللي في ده التطبيق بتاعي تمام اهو مكتوب I can say in the examination examination يعني اختبار X-ray tube that it has a high quality X-ray يعني بتطلع X-ray بكفاءة عالية if it produces X-ray beam 80 كيلو فولت that reduced by half at least two point half mille aluminium يعني يعني مش اقل من 2.5 mille يكونوا بينزلوها للنص ممكن بقى لو كفاءتها اعلى تبقى 3 mille انما لو نزلنا على 2.5 mille ما اينا مثلا mille بيوقفها للنص يبقى دي كده التيوب دي تعبانة يعني مش مش بتحول يعني بكفاءة عالية احنا فاكرين الرقم بتاع كان كم من المحاضرة اللي فاتت ايه يا شباب ما حدش هيجاوب معايا ولا ايه 6 8000 تمام تمام طيب التلات عوامل تاني اللي قلناهم بيقصروا في الهاف value layer وي الليك ايه هم قلنا اول حاجة الدينيسيتي لو الدينيسيتي علية بتاعت المادة هيبقى اكيد الليك بتاحها اعلى وهيبقى اكيد الهاف value layer بتاعتها اقل لان انا مثلا عندي مادة مثلا الدينيسي بتاعتها عالية فالممنعة بتاعتها عالية يبقى انا هحتاج منها sickness اقل بكتير علشان خطر اقل ال x-ray للنص يعني لو انا مثلا قلت ان good x-ray tube بتقل مثلا للنص مع 2.5 ملي الومنيوم ممكن تقل للنص مع مثلا اقل من 1 ملي لد تمام نفس القصة على الاتوميك نمبر لان اليد الدينيسي بتاعته اعلى من الالومنيوم واللد الاتوميك نمبر بتاعه اعلى من الالومنيوم فهو قادر في ساعتها ان هو يكون اللاك بتاعه اعلى والهوف باليو لير بتاعته اقل كذلك البروتون انرجي لو انا عندي هاي او هاي انرجي x-ray هبحتاج هاف value لير اكبر وهحتاج لاك اقل وهحتاج في half value لير اكبر عشان اعمل له attenuation للنص وهحتاج في نفس الوقت او استخدمت نفس المادة هيبقى اللاك اقل اللي هي كمية الاشعة اللي هتعدي هتبقى اقل كل ما مقوط الاشعة هتقل كمية الاشعة اللي هتعدي بعد المادة هتقل تمام كده يا جماعة تمام يا دكتور طيب طيب في حاجة بقى اسمها attenuation of hydrogenous beam او poly energetic beam احنا كنا بنتكلم عن المono energetic beam وقلنا ان لو انا ايوة مش ان اسفك اتنا هسأل حضرتك بس على حاجة في السلايد اللي فاتت حضرتك قلت number of atoms معلش ان اسفك هو مش الـ number of atoms لا مش الـ atomic number الـ atomic number هو ده مش لا الـ atomic number يا جماعة اللي هو رقم الزري اللي هو المادة دي بيبقى فيها كم electron وكم بروتو تمام هي دي مش المفروض حاجة ثابتة ثابتة في المادة الواحدة اه مش ثابتة في المادة بس بس يا دكتور بس ايو ايو بس يا دكتور الـ atomic number بيبقى ثابت للعنصر للعنصر الواحد تمام انما الـ dnistee بتاعته بتختلف باختلاف الحالة بتاعته فلما اجي اقولك مثلا ان اللاك بتاع المية مختلف عن البخار عن التالج نتيجة اختلاف الـ dnistee بس الـ atomic number ثابت طب ما انا عندي عامل تاني فوق اللي هو الـ dnistee اتغيرت فاتغير الـ lake انما الـ atomic number ثابت انما اجي اقولك مثلا ان الـ lake بتاع الليد مختلف عن الالومنيوم دوت نتيجة اختلاف الحاجتين الـ dnistee بتاعت الكثافة بتاعت الليد اعلى من الكثافة بتاعت الالومنيوم لو انا جبت 1 سنتيمتر مكعب من الرصاص هلاقيه اتقل بكتير من 1 سنتيمتر مكعب من الالومنيوم دي رقم واحد رقم اتنين الـ atomic number بتاع الليد اعلى من الـ atomic number بتاع الالومنيوم انا ممكن اجيبه لكم الجدول بس انا مش فاكرهم دلوقتي بس الالومنيوم تقريبا هتلاقيه في الحتة بتاعت مثلا من 10 ل 20 وهتلاقي الليد اعلى من كده بشوية حلوين بس يعني فهي دي النظرية يعني ان هو الـ الـ اللي هي الكسافة اللي هي كتلة وحدة الحجوم لو بنفتكر اللي اخدناها في اعدادي انما الـ atomic number ده ده الرقم بتاع ودايما هم ليهم علاقة ببعض يعني دايما كل ما الـ atomic number بيعلى غالبا بتبقى الـ الـ في حقيق لا يعني لو عندك سؤال او فيه جزء انت مش فاهمة انت فاهمة ان احنا بنفارن بين الـ الـ بتاع الـ بتوع نفس المادة فاقلت لا الـ الـ بتوع نفس المادة ازاي لا هو الـ يعني يعني لا 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 بتستخدمي المواد المختلفة بس انا ما عنيش ثانية واحدة هو الـ اصلا غالبا يعني لو احنا ثبتنا الانيرجي بتاعة الـ هتبقى ثبتة للمادة فللمادة الواحدة في نفس الصورة يعني الالومنيوم لو استخدمت معايا مونو انرجيتك X-ray 80 KVB هتبقى الـ LAC بتاعته ثبتة ثبت وثبتت هيبقى الـ LAC بتاعته ثبتة وعشان كده انا بستخدم الـ LAC عشان اقارن بين المواد وبعضها انما الـ HVL دوت بيعتمد على المادة وبيعتمد على قوة الاشعة يعني هم برضو انا زي ما قلتلك لو انا وققت الاشعة او قللت الاشعة للنص عن طريق اتنين ونص ميلي الومنيوم مش هعرف مش هيحصل كده مع الليد بنفس بنفس السيكنس لا هحتاج سيكنس اقل بكتير لان الليد اقوى من الالومنيوم في الممنعة فهيديني احتاج مثلا ميلي او اقل من ميلي علشان اوقف دفس الدرجة من الاشعة لو استخدمت الكربون مثلا لا هحتاج اكتر من اتنين ونص لانه هو اقل من الالومنيوم تمام الموضوع دي يا دكتور شكرا جزيلا تمام بعد كده الاتنواشن اوف هتروجنس بيم احنا في ال في الهنا قلنا لما يكون فيه عندي مونو انرجيتيك بيم كل شيط من زي سيم ماتيريالز والسيم سيكنس هيقل الاشعة بنفس الصورة القديمة دي فاكرينها طب لو ده بولي انرجيك بقى بيم يعني يعني فيه هاي انرجي ريز ومعها لو انرجي ريز اعمل ساعتها اللي بيحصل اللي بيحصل حاجة اسمها بيم هاردنينج لو شفنا الصورة اللي انا حاطتها دي ياريت تبقى واضحة يعني اللي فوق دوت برضو انا رسمها بيدي معلش برضو يعني لسوق الجودة هنا المونو انرجيك بيم كلها شبه بعضها وهنفترض ان البيم اللي لونها اسود هي اعلى اشعة او هاي انرجي البيم اللي لونها ازرق دي ميدل انرجي يعني انرجي بتاعتها متوسطة والبيم اللي لونها احمر عبارة عن بيم اف لو انرجي تمام طيب لو انا عندي هنا بيم يكون من مونو انرجيك كله وعدناه هنا في شيط ايا كان هذا الشيط من مادة معينة بسيكنيس معين ما نصل مثلا نقول ايه واحد سانتي الومنيوم فخرج نصه طلع نصه يعني هو فقدنا نص الاشعة هنا هيعدي نص الاشعة هنخش على اناظر شيط اف وان سانتي اف الومنيوم لان ده مونو انرجي زي ما قلنا في الاول هيحصل بنفس البرسنتج فيقل النص كمان فيبقى وصلنا الاثنين ريز بس المعديين تمام حصل تغير في قوة الاشعة لا هو نفس البيم مونو انرجي ونفسه الكواليتي بتاعت الاشعة ولكن الكوانتيتي بتقل بنسبة برسنتج سابتة مع كل محطة طيب نيجي بقى البولي انرجيتك البولي انرجيتك في هاي انرجي بيم اللي هما الاسود في لو انرجي بيم سوك يا دكتور الصوت راح معنا الشيط اي بلز احمد دكتور ما كو صوت كده يا جماعة صوت كي تمام تمام ايه 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 طيب قلنا تنين اه البولي انرجيتك بيم بقى بيتكون مثلا من مجموعة من البيم اللي هي هاي انرجي السودة ومجموعة لو انرجي اللي هي الحمرة ومجموعة ميدل انرجي اللي هي الزرق اما هعدي في نفس المادة اللي بتاعها برضو واحد سنتي غير اللي هيحصل هنا هيحصل ان عندي اللو انرجي بيم هتحصل لها فلتريش بدرجة كبيرة جدا يمكن ما يعدي منها ولا واحد الميدل انرجي هيحصل لها فلتريش بدرجة اقل ان هي هيعدي مثلا نصها ونصها مش هيعدي فسهم واحد اللي عد من السهمين طيب الهاي انرجي لأ دي عندها قدرة اعلى فعدت كلها فبالتالي هنا حصل حاجتين اول حاجة ان انا عندي هنا البيم اللي طلع بقى مور هوموجينس يعني ايه مور هوموجينس يعني اغلبه بقى ملهاي انرجي ما بقناش مونو انرجيتك اوي اه ما بقناش بولي انرجيتك اوي عفوان دكتور ماكو صوت تمام الصوت جيه كده يا جماعة انا معرفش هو انا نعم تمام تمام صوت فاحنا هنا يا جماعة قلنا ان البيم هنا لما عد عدت الهاي انرجي بالنسبة اعلى بكتير من الو انرجي والميدل انرجي فكده حصل حاجتين ان اول حاجة ان البيم بقى مور هوموجينس يعني ايه مور هوموجينس يعني الهاي انرجي ريز فيه بقى عددها اكتر سأدراح يا ديكتور المايك بيتقفل عند حضرت انا مايك بيتقفل ثانية يا جماعة مش عايف المايك ليه هو بيتقفل طيب خلاص ربنا ينصر وما يتقفل احنا قلنا اول حاجة مور هوموجينس ان الهاي انرجي بيمز بقى عددهم اكبر من اللو انرجي بيمز بكتير فبقى بالتالي اقرب انه هو يكون ناحية المونو انرجيتك من البولي انرجيتك لانك ال سبكترم اف انرجي بدأ يقل وبقى مور هارد يعني او مور هاي كواليتي ان انا ان بقى عندي عدد او المين انرجي بتاعته بقت اعلى فحصل حاجتين انه بقى مور هوموجينس وانه بقى مور هارد اللي هو اسمو وعدده قال يبقى انكريز دي كواليتي او انرجي انكريز دي كوانتيتي ان بقى مور هوموجينس تلات حاجات طيب دا يترطب عليه ان انا لما هاجي وعايز اعمل احط شيط بعد كده يقل الهملي تاني للنص هفاجأ ان انا محتاج شيط ادخن هتا محتاج اتش في ال ادخن ليه لان دا هاير انرجي دا هاير انرجي معتش اشترك 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 تمام كده يا جماعة انا هحتاج هاير هاير اتش في ال تو اتنويت زا سكن زا سكن ستيب زان زا فرست ستيب ليه لان البيم بقى 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 مور مور هاير انرجي بقى هاردر زان زا فرست ستيب بيم تمام كده يا جماعة دا الفرق بين المونو انرجيتيك والبولي انرجيتيك في المونو انرجيتيك اكوالينج السكن اتش في ال لان نفس البيم انرجي انما في البولي انرجيتيك الفرست اتش في ال از سمولر زان زا سكن اتش في ال السكن جريتر ليه لان بيحصل حاجة اسمها بيم هاردنينج بيم هاردنينج تمام كده فاهمين المفهوم دا نجي بعد كده الانتر اكشن بروسيس بتوين اكس ري اند مطر يعني ايه بقى احنا عملين الكلام تقولين انت عملت اتكلم من اول المحاضرة في الانتر اكشن بتوين اكس ري اند مطر لأ انا باتكلم دلوقتي في البروسيس اللي بتحصل جوه المطر يعني دلوقتي لما دخلنا جوه جسم العيان بقى الاتنويشن دي بتحصل ازاي بيعدي وزاوة انتر اكشن وده بيمس الجزء صغير جدا من الاتنويشن انما الغالبية بيحصل لها تلتين اتنويش بيحصل لها ابسوربشن وتلت بيحصل له سكتر طيب ايه بقى البروسيس اللي بتحصل عندي تلاتة بروسيس تلاتة بروسيس اول حاجة حاجة اسمها كومبيتون افكت او نون كوهيرنت سكترينج ده نوع من انواع الرياكشن بيحصل ما بين الفوتون اللي داخل واللوز اللي باوند او الفري اليكترون وهنعرف يعني ايه الفري اليكترون تمام وحاجة اسمها الفوتو اليكتر ابسوربشن ده انتر اكشن بيحصل ما بين الفوتون اللي داخل والانرشيل اليكترون وحاجة اسمها كوهيرنت سكترينج وده بيحصل مع الباوند اليكترون هنقول يعني إيه الباون دي إلكترون برضو طيب نفتكر كده تاني لو إحنا كنا بنتكلم عن الانتر أكشن اللي بيحصل عند التارجت بتاع الـ X-ray تيوب قلنا إن أنا عندي الحاجة اسمها بتحصل مع الأوطر شيل إلكترون وعندي حاجة اسمها الكاركترستيك رادييشن بيحصل مع الانر شيل إلكترون وعندي حاجة اسمها البرميس شترلونج بيحصل لما الـ X-ray بيعدي نير زانيوكلس هنا تقريبا هم يعني إيه حاجة شبهها كده إن الأول حاجة إن أنا عندي الكمبيتون سكتر بيحصل لما بيحصل الانتر أكشن مع الأوطر شيل إلكترونز ولكن اللي هي الفري إلكترونز وهنعرف يعني إيه وعندي حاجة اسمها كوهارنت سكتر بيحصل مع الأوطر شيل إلكترونز ولكن الباوند إلكترونز وهنعرف برضو يعني إيه وعندي الفوتو إلكتريك أبسوربشن بيحصل مع الانر شيل إلكترونز هتقولي طب ما فيش حاجة بتحصل يعني ما نعدي جنب النيوكلس أو جوه النيوكلس اللي مع النيوكلس أو جوه النيوكلس ده مش مهم خالص هو فيه حاجات تانية بس هي مش جوه الـ سبكترون بتاع الأكس ري تمام فمش هناخد هم التلاتة دول اللي يهمونا التانيين مش مؤسرين طيب هنسأل بقى يعني إيه فري إلكترون ويعني إيه باوند إلكترون الأوطر شيل إلكترون لو أنا الفوتون اللي داخل عليه الطاقة بتاعته أعلى من البايندينج إنيرجي بتاعت الأوطر شيل إلكترون بسمي الإلكترون ده فري ليه لأن الفوتون اللي داخل عليه هيقدر يضربه ويخبطه ويطلعه برة المصار بتاعه لأنه هيقدر يكسر البايندينج إنيرجي بتاعته فبسمي ساعتها الإلكترون فري إلكترون طب لو الإلكترون اللي داخل عليه الطاقة بتاعته أقل من البايندينج إنيرجي هو حقيقي لو خبطه مش هيقدر يخرجه من مصاره فساعتها بسمي الالكترون ده يبقى تاني تعريف البالوبالكترون والفريق الالكترون بيعتمل على حكتي على قوة الانيرجي بتاعة الانسيدانت الفوتون اللي جاي وقوة البييندينج انيرجي بتاعة الالكترون اللي هو داخل عليه يعني ممكن نفس الالكترون لو جاي عليه فوتون ضعيف أسميه البالوبالكترون لأنه مش هتحرك بالمكان ولو جاي عليه فوتون قوي أسميه Free Electron لأنه لو اتخبط بالقوة ديت هيخرج بره وفاكرين ديت كنا سمينيها من إيه ديت من الـ Dual Characters بتاعت الـ Electromagnetic Waves إنه هو بيقدر بالرغم إنه هو ما فيهوش ماس ما فيهوش كتلة بيقدر إنه هو يعمل Bombarding أو يعمل Hitting للإلكترونز أو Charged Particles لو تقطوا أعلى ويتردها بره ما صارها لو تفتكروا كانت في أول محاضرة فديت التعريف الـ Free Electron والـ Bound Electron فهو بيقول At a Diagnostic Range of KV يعني في الـ Range اللي باستخدمه في الـ Diagnostic X-Ray اللي هو من 10 لـ 150 KV Outer Shell Electrons are considered free in high atomic numbers atom number atoms يعني لو أنا عندي زرة فيها high atomic number هيبقى الـ Binding Energy بتاعتها عالية فبالتالي هتبقى الـ Outer Shell Electrons بس هما اللي ممكن أقدر أخبطهم وطلحهم برا مصارهم إنما صعب جدا نطلع الـ Electrons اللي هي في الـ Inner Shell في الـ Inner Shell لأن الـ Binding Energy بتاعتها أعلى تمام؟ إنما لو أنا عندي Low Atomic Number Atoms بيبقى الـ Inner والـ Outer Shell Electrons اللي اتنين يعتبروا ممكن free يعني ممكن لو خبطهم أخرجهم من مصارهم لأن قوة الـ Binding بتاعتهم أقل طيب إحنا في جسم البني آدم أصلا اللي هو العادي من غير ما ناخد سابغة ولا ناخد حاجة هو أصلا أغلب الزرات في اللو Atomic Number ولا الـ High Atomic Number هل من مجيب؟ معلش دكتور بفهم مش إيش كيف الإنسان أنا بقول دلوقتي إحنا قلنا free electron هو الـ Electron اللي أنا أقدر أخرجه من مصاره لأننا الفوتون اللي داخل عليه طقته أعلى من الـ Binding Energy بتاعته والـ Bound Electron هو الـ Electron اللي الـ Binding Energy بتاعته أقوى من الفوتون فمش هيعرف يخرجه من المصار فالراجل بيقول لك هنا إن في الـ Range العادي بتاعت الـ X-Ray اللي هي الطاقة العادية بتاعت الـ X-Ray بيم العادي بتبقى لو أنا عندي High Atomic Number Atom بتبقى الـ Binding Energy بتاعتها عالية وبالتالي ما بيقدرش يحرك أو يعمل يعني ييجيكت إلا الأوطر شيل Electrons بس لأن بتبقى الـ Binding Energy بتاعتها ليلة بينما لو أنا عندي زرات Low Atomic Number الـ X-Ray العادي بقوته العادية بيقدر يهت الـ Inner Shell Electrons برضو لأن الـ Binding Energy بتاعتها ضعيفة لأن هي قوة النواة بتاعتها ضعيفة أنا بسأل سؤال بقى دلوقتي الـ X-Ray الـ Body of the patient أغلب المواد اللي فيه أو إحنا جسمنا المواد اللي فيها Of High Atomic Number ولا Low Atomic Number Low Atomic Number أيوة إحنا جسمنا بيتكوم من إيه ده كحاجات عضوية بتتكوم من Carbon و Nitrogen و Hydrogen تمام وأقصى حاجة عندنا Fosphorus وكالسيوم الكالسيوم أقصى حاجة تقريبا حاجة وعشرين ولا بتاع فهو كلهم حاجات Low Energy Low Atomic Number فبالتالي في كثير من الأحيان ساعات بتقدر X-ray إنها تهت الإنر شيل إلكترون عندنا طب لو أنا واخد بقى سبغة لو العيان ده واخد سبغة لو العيان واخد سبغة مش هتبقى السبغة دي مكونة من من الآيضايد الآيضايد طبعا أعلى بكتير في الأطوم فهتبقى أغلب الإلكترونز بتاعته إلكترون سابتة فمش هيعرف تمام دي يعني دي مهمة ماشي نرجع بقى هنا ونشوف الصورة ديت الصورة ديت بتقولي إن الأشعاعات زي ما قلنا ثلاث حاجات يئما إن هي بيت بنتريت وزوت انتر اكشن زي اللي فوق ده يئما إن هي بيحصلها أبسوربشن تلتين اللي بيحصله أبسوربشن جوى الجسم ده بيحصله بأنهي واحد من الثلاثة اللي فاتوا اللي هم دول اللي هم دول بيحصله بالفوتو الكتيريك أبسوربشن يعني التفاعل بتاعه بيحصل بيحاجة اسمها الفوتو الكتيريك انتر اكشن ويحصله أبسوربشن يقف خلاص كل طاقته تفقد جوى الجسم وما يخرجش السكتر بيحصل بحكتيه. بالكمبيوتون والكوهرنت او الالاستيك اسكتر. فلما بيحصل ده ده جوا الجسم بيكون الاسكتر الرادياشن اللي هو الكمبيوتون والكوهرنت يطلعوا الاسكتر ده الرادياشن. يبقى لما نربط ما بين الجزء الاولاني خالص من المحاضرة اللي هو انه فيه او ترانسيميشن وفيه ابسوربشن وفيه اسكتر يبقى انا عندي الابسوربشن. نو انتر اكشن عندي الاسكتر. اما كوهرنت او كوهرنت اللي هو الان كوهرنت. تمام? يبقى دول ديك كده علاقة المين طيبس اوف انتر اكشن مع البروسيس اوف انتر اكشن. تمام كده? تمام. انا عارف المحاضرة طولت ورخامت ورخمة بس يعني نازم يعني احنا هنكمل جزء صغير وبعد كده هنرجع نشرح الجزء الاخير ونربطه في المحاضرة الجاية تانية. طيب الكمبوتون او الان كوهرنت سكتر. ده بيحصل ازاي? نخش على طول على بعد. يعني على الصورة احسن. لو انا عندي انسيدنت اكس ري فوتون داخل. والاكس ري دوت بيتعامل مع فري الكترون. يعني عندي هو طاقته اكبر من طاقة الاوتر او اوترشيل الالكترون البايندنج انرجي بتاعته. وراح خبطه. ايه اللي هيحصل? هيخرجه من المصار بتاعه. ويبقى الالكترون ده هيطير برا ويبقى اسمه ريكويل الالكترون. تمام? وفي نفس الوقت انا الانسيدنت اكس ري دوت فقط جزء من طاقته. ما هو استخدم طاقته علشان يخرج الالكترون ده برا مصاره. ففقط جزء من طاقته. فزي ما انا شايفين كده لما طاقته تقل الويف لينس بتاعه يطول والفريكوينسي بتاعته تقل. فاكرين الكلام ده يا جماعة ولا مش فاكرينه? فاكرينه. اه. فبالتالي هو دخل بطاقة مثلا تمانين. وده كانت مثلا بايندينج انيرجي بتاعته مثلا عشرة. فراح مطياره واداله طاقة تانية. ولتكنه وخرج مثلا بطاقة اربعين. تمام? يبقى هو دخل بطاقة. سبب ان الالكترون ده طلع من مصاره. وخرج بطاقة اقل. هينتج عننا ثلاث حاجات. نيجاتيف ايون اللي هو الالكوي الالكترون اللي طار. وي. بوستيف ايون اللي هي الزرة اللي فقد الالكترون. اللي هو الفوتون اللي دخل. وطير الالكترون وغير اتجاهه بعد كده. ومشي في اتجاه تاني. ولكن طاقته قلت. تمام? ده اسمه. طيب يبقى كده ده هغير اتجاهه. بقى ماشي في اتجاه للاتجاه اللي انا اصلا موجهه فيه عشان اصور الاكس ري. بقى سواء اذا كان بقى درجة ميلو. مش هتبعده عن الفيلم وهيسقط على الفيلم برضو. ولكن هيعمل نويز. او هيروح في اتجاه تاني خالص. ويبدأ يبقى ايه بينتشر في الانفايرومنت. طيب. يقولك ان الفوتون الواحد علشان خاطر يفقد طاقته بالكامل. ممكن يخش في تلاتين لاربعين مرة من ان هو يعمل كومبتون افكت. يعني يخبط في الالكترون ويغير اتجاهه. يقابل الالكترون تاني روح خطه ويفقد طاقة تاني ويغير اتجاهه. لحد ما طاقته تروح خالص ممكن يوصل لتلاتين او اربعين مرة من الانتر اكشن. لحد ما طاقته تنتهي خالص. تمام? او يخرج برا الجسم. فبالتالي هو حركته جوه الجسم حركة زجزاجية. مش ماشي في خط مستقيب. هو عمال يمشي في خط اللي يحصل له سكتر. يقلب في خط في ناحية تانية. ويحصل له سكتر. يقلب في ناحية تانية. يحصل له سكتر وهكذا. حتى يخرج برا الجسم خالص. او تنتهي طاقته خالص. تمام? الكمبتون مسؤول عن معظم الاسكتر يطرع من جسم البني ادم او اللي وقع على الفيلم بيطلع بسبب الكمبتون انتر اكشن ده. تمام? طيب ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الكمبتون سكترينج. اول حاجة الانيرجي اف راديشن. كل ما الانيرجي تعلى كل ما انا هعمل اكترون سكترينج اكتر. يعني انا الفوتون ده هيقدر يدخل مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تقطه تخلص او لحد ما يخرج من جسم البني ادم. كل ما تقطه تعلى كل ما هو هيقدر يخش في انتر اكشنز اكتر. تاني حاجة الدينيستي اوف اللي هي النمبر اوف الكترونز بن كيوبيك سنتيميتر. يعني كسافة الالكترونات في جسم الكائن الابجيك اللي انا بصوره. كل ما كسافته تعلى كل ما الكمبتون سكترينج هيحصل بدرجة اعلى. يعني كل ما الالكترونز هتزيد كل ما الكمبتون سكترينج هيحصل بدرجة اعلى. لان انا كل ما يدب ما بيخرج من زرة بيتحرك يلاقي زرة تانية. يخرقي ده ايه زرة تانية. وده بيعتمد على حاجتي. بيعتمد على حاجة اسمها الالكترون دينيستي اللي كهذا الدكتورة بتقول عليها اللي هو الـ number of electrons بريونة mass والدينيستي of the material لأن الديينستي of the material هتزود برضو عدد الزرات في الوحدة أو عدد الالكترونات في وحدة الحجوم برضو تمام؟ فبالتالي الحاجتين دل هم اللي يعثروا على معدل حدوث كومبتونس كتر قوة الفوتون كل ما تزيد قوته كل ما هيخش في انتر اكشنز أكتر لحد ما يخرج أو لحد ما تنتهي طقته وتاني حاجة اللي هي كسافة الالكترونات كل ما تكسافة زيد كل ما لايه ما تطاقة زيد يعني كل ما تكسافة زيد كل ما الانتر اكشنز زيد طيب فيه بقى موضوع تاني اللي هو بتاعي يقولك ايه the distribution of energy between recoil electron and scattered photon dependence on يعني الطاقة دلوقتي الفوتون دخل على الالكترون وخبطه والالكترون خرج بطاقة معينة ومشي اللي هو recoil electron ده والفوتون تغير اتجاهه ومشي في ناحية تانية توزيع الطاقة ما بينهم بيبقى ازاي بقى يعني كمية الطاقة اللي هيخدها الالكترون قد ايه وكمية الطاقة اللي هيخدها الفوتون قد ايه قالك دي بتعتمد على عاملين خلينا الاول نتكلم على العامل التاني اللي هو الانشيال energy of the incident photon يعني طاقة الفوتون لداخل طبيعي جدا ان الفوتون كل ما طاقته هتعلى كل ما هيدي الالكترون طاقة اكتر وكل ما برضو هيتبقى عنده طاقة اكتر يعني الفوتون مثلا اللي طاقته 60 مش زيه لطاقته 100 اللي طاقته 100 اكيد حتى لو ادى الالكترون طاقة اكتر هيتبقى فيه طاقة اكتر فدي حاجة بديهية الحاجة التانية الانجل اوفيسكتر يعني ايه الانجل اوفيسكتر الانجل اوفيسكتر هي الانجل مبين مبين الالكترون اتجاه الالكترون والاتجاه بتاع اللي هو الفوتون بعد ما حصله اسمه ايه دو ديفليكشن او حصله تغيير في الاتجاه انا باجي بشوف الزاوية ديت يعني انا مثلا هنا الانسدنس فوتون خبط في الالكترون فالالكترون مشي في الاتجاه دوت ورد الفوتون في الاتجاه ده حصله يعني حصله انعكاس كامل فالزاوية هنا كبيرة تمام انما هنا مثلا الفوتون خبط في الالكترون فالالكترون مشي في الاتجاه دوت ومشي السكتر في الاتجاه دوت معلش يا جماعة تاني الزاوية تاني اللي هي بتاعت الانس دانس دي الزاوية ما بين امتداد الطبيعي للفوتون وما بين الديفليكتت فوتون يعني ايه يعني عشان بس أنا تلهبطت هنا فقلت لكم حاجة عشان نقولها تاني الزاوية ما بين لو فرضنا من الفوتون ده مشي في اتجاه الديريكت الطبيعي بتاعه الديريكشن الطبيعي بتاعه وكمل الطريق هتبقى زاويته كده لا هو حصل له انكسار او انعكاس فالزاوية ما بين امتداد الفوتون اللي دخل واتجاه الفوتون الحادث اللي هي الزاوية دي ما بين الاتجاه ده يعني أنا برضو هنا الفوتون دوت لو كمل على طبيعته في اتجاه الطبيعي هيكمل كده ولكنه انكسر ونزل بنسبة 90% طيب هنا هو برضو مشي ولو كان كمل كان هيكمل كده ولكنه تقريبا انكسر بنسبة صغيرة قوي ففي زاوية صغيرة جدا هنا ما بين امتداد الانس دانس فوتون وديريكشن اوف زا ريزولتنج فوتون تمام فهي بيقولك كل ما الزاوية دي تزيد يعني لو زادت هنا شوف الفوتون ده تقريبا خبط ورد يعني هيخرج برة خالص طيب هنا الزاوية قليلة الفوتون يكد يكون ماشي في نفس الاتجاه بتاعه ما حصلوش غير انكسار طفيف جدا كل ما الزاوية تزيد كل ما الفوتون بيسلم منطقته كمية اكبر للالكترون يعني هو هنا هو سلم الالكترون طاقة اكتر تمام هنا فشوف السهم طويل ازاي ده بيعبر عن كمية الطاقة هنا هو سلم الالكترون طاقة متوسطة وخد هو كمية الطاقة متوسطة هنا هو كمل في طريقه وكتطقته كويسة فسلم الالكترون طاقة صغيرة شوف السهم قصير ازاي هو كده يعني كل ما زاوية ما بين الاكستنشن بتاع الانترينج فوتون وي الديريكشن بتاع الريزولتنج فوتون زادت كل ما هو سلم طاقته لالالكترون بدرجة اكتر يعني هو هنا رد خالص يعني خبط فيه وحصل لكم بليد دي فليكشن هو فقط اغلب طاقته وخلاص هو ايه زق الالكترون ده زق اجامده جدا والالكترون بقى طاقته اعلى منه وهو فقط اغلب طاقته فهمتوها كده يا جماعة نعم يا دوتور فهمنا طيب فيه بقى نقطة مهمة هنا بقى واحد يسألني طب هو الالكترون ده ان شاء الله بيروح فين بقى حد يارف الالكترون ده بيروح فين احنا قلناها على فكرة في الطارجت بس انتم الالكترون ده بيخش يمشي ما بين الزرات وبيبدأ يحصل ما بينه وما بين الاوترشي الالكترونز بتاعت الزرات التانية انتر اكشنز الحد ما يفقد طاقته الطاقة دي بتفقد على شكل هيت حرارة بس بحرارة ضعيفة يعني وعلى شكل ان هي بتعمل انتر اكشن مع الزرات يعمل تأين يعني هو بيخلي الزرات تتأين ممكن يخلي الالكتروني يتحرك من مكانه وممكن مش عارف ايه عشان كده دي بسمي الالكترونز اللي هي بتبقى خريه دي بسميها الفري راديكيلز ودي الحاجات اللي بتعمل الهازرد بتاع وطبعا لو هو طاقته عالية شوية ودخل على النيوكلس ممكن يعمل فيها هازرد والكلام ده فهي دي الفري راديكيلز اللي بتعمل الهازرد وهي بتانها تتنتر اكت مع الاتومز لحد ما تفقد طاقتها خالص وهي دي الأساس في الرادييشن بيعمل هازرد اللي هي الفري راديكيلز تمام احنا كده خلصنا لو في حد له أسئلة ياريت يتفضل يسألها وان شاء الله احنا هنكمل الفوتوالكتيرك ايفيكت اللي هو الأساس بعد كده في المرة الجاية وممكن نعيد شرح الكمبيتون لو الناس طلبت ان احنا نعيد شرحه مفيش مشكلة عشان نبقى برضو بنقول الانتر اكتشن بروسيس مع بعضها تاني انا عارف ان هم رخمين فعشان كده مرضتش حط الفوتوالكتيرك معها النهاردة فيبقى المحاضرة كده هتبقى طويلة جدًا يا دكتور جزاك الله خير احنا اياكم رب فيبقى حد عايز يسأل في حاجة ترجمة نانسي قنقر